موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الكوتش والمؤلف سكا حسد المركزية الأمريكية للقادة والمدربين تنظم دورة خاصة بكل مهتم بالكوتشين هذه الدورة كخطوة الأولى الناس المبتدئين في الكوتشين وهي الدورة ديال والدورة ستكون بديع من الأساسيات وهي مهمة وقيمة جدا جدا في هذه الدورة لخاصة بمبتدئين سنرى ما هو وفي ماذا يفيد كذلك نرى لماذا الكوتشين أكبر صناعات وما هو مستقبل الكوتشين ما الفرق بين اللايف كوتشين والمهل الأخرى الخاصة بمساعدة من العلاج من الإرشاد من التوجيه من التدريب ومن الاستشارة النفسية في موضوع الخاص باللايف كوتشين ما هي أخلاقيات مهنة الكوتشين اللي غدين تترقوا فيها كل بند من البند اللي بواحد الصغال اللي هي أكتر تفصيلا ما هي كذلك أهم المهارات التي يجب أن تكون ضفرة لدى الكوتش لكي يزاوي هذه المهنة ولكي يتقدم في هذه المهنة أكثر وأكثر كيف يعيد الكوتش نفسه قبل جلسة الكوتشين وكيف يبدأ الكوتش لجلسة وكيف ينهيها وماذا يعمل بين الجلسات أو بعد الجلسة سنرى كذلك في هذه الدورة أو في هذا البرنامج ما هو الهيكل السليم أو الإطار السليم لإدارة جلسة الكوتشين وما هي أهم الأدوات التي تساعد الكوتش داخل الجلسة خاصة مع الكوتشي أو بما يسمى العميل أو المستفيد الدورة مفتوح تسجيل فيها اللي تنجره على الأقل تنجره لقاعد أسبوعية الدورة اللي ما غادش يعني تسغرق لنا واحد الشهر مع الارتزام مع كل مشارك ومشاركة اللي بقى هذا البرنامج لايف كوتشين للمبتدئين ما عليك إلى تسجيل على الرابط سنزودك بكل المعلومات الدورة غادي تشوف فيها الكثير والكثير ليس ما تشاهده يعني على قناة اليوتيوب في مختلف قنوات الدورة غادي نتقسم معك كل ما هو خبرة كل ما هو يعني مهنة وكل ما هو المعلومات اللي تبطى المصادر ديالها إذا كنت مهتم بالدورة فمعركي لتشجيل على الرابط وسنرسل لكم كل المعلومات الخاصة بالدورة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر